صرح وزير النفط الإيراني أن أزمة انهيار أسعار النفط هي مؤامرة سياسية أكثر منها معظلة اقتصادية ويأتي تصريحه الذي نقله موقع وزيرة النفط الإيرانية شانا أياما بعد تصريح رئيس الإيراني حسن روحاني الذي اتهم ظلوع دول لم يذكرها بتهديد مصالح المنطقة وتعد إيران من بين الدول الأكثر تضرورا من خفاض أسعار البترول إضافة لروسيا وللتذكير فقد سجل سعر برميل البراند صباحة اليوم 61.27 دولار أما الخام فقد وصل إلى 56.45